تميزت بأدوار الإغراء نظرا لجمالها ولم تكن من نجوم الصف الأول ولكنها اشتهرت بتقديم الأدوار الثانوية وقدمتها بنجاح ويسكن لها الجمهور بعد أعمالها ابتعدت عن السيحة الفنية فترة طويلة وطالتها الشائعات ولكنها ظهرت مؤخرا وتحدثت عن كل شيء يخص حياتها الغمضة إنها الفنانة سميرة صدقي اسمها الحقيقي سميرة عبد المقصود صدقي واشتهرت فنيا باسم سميرة صدقي ولدت في 22 يونيو عام 1960 في مزينة الأسكندرية لأسرة فنية فالأب هو الفنان عبد المقصود صدقي كما أن والدتها كانت ممستلة مصرحية في الصابق وتخرجت من كلية الأداب كامعة الأسكندرية والدها هو الفنان الراحل عبد المقصود صدقي الذي كان يدير فرقة مصرحية وكانت تربطه علاقة صداقة بكبار النجوم والمخرجين فكان الطريق ممهدا للفنانة سميرة صدقي لتحترف الفن بدأت الفنانة سميرة صدقي مشوارها الفني في فترة السبعينات فبعد التخرج انضمت لفرقة المدبولزم مع الفنان عبد المنام مدبولي وقدمت معه مصرحية راجل ما فيش منه ثم مصرحية يا مالك قلبي بالمعروف ثم قدمت أول مسلسل لها بعنوان الشاطئ المهجور والذي تم عرضه في عام 1975 شاركت الفنانة سميرة صدقي في العديد من الأعمال البارزة واشتهرت بالأدوار الثانوية أو الأدوار المساعدة ومن أبرز أعمالها الفنية الفقراء أولادي عشرة على عشرة سجني بلا قطبان مسعود سعيد لي رجب الوحش نعيمة فكهة محرمة خمسة كرت حب فوق السحاب الطيب والشرس والوحش الطائر الجريح هي والايم لوك مجرم رغم أنفو ستوب السعلوك والهوانم العزراء والجدي وغيرها من الأفلام كما قدمت الفنانة سميرة صدقي للدرامات سلف الزونية الفجر الأخير واللس الزريف وغيرها من الأعمال بالإضافة إلى مشاركتها في أعمال مصرحية مثل إحنا شباب الديسكو ويذكر أن الفنانة سميرة صدقي قدمت خلال مسيرتها الفنية أكثر من 120 عملا فنيا ما بين السينما والسلف الزون والمصرح ولكنها ابتعدت عن الفن لمدة تتجاوز 17 عام مع بداية الألفية وروت الفنانة سميرة صدقي عن أغرب المواقف التي تعرضت لها وذلك أثناء تصوير أحد المشاهد الساخنة على السرير في فيلم العزراء والجدي أمام الفنان محي إسماعيل وفي كواليس التصوير فوجأت به يحدونها بقوة بعيدا عن التصوير لكنها هربت واستمرت في الصراخ ورفضت التصوير مزهولة من تحول المشهد إلى حقيقة طالت سميرة صدقي العديد من الشائعات أبرزها زواجها من معمر القذافي أثناء وجودها في ليبيا حيث كانت تقوم بعرض مسرحي هناك وهو ما نفته تماما وصرحت أنها لن تلتقي به نهائيا وأنها كانت متوجدة من أجل عمل مسرحي فقط وكان يشاركها العرض الفنان إبراهيم خان والفنان فاروق فلاوكس واستمر العرض هناك لعدة مواسم كما طالت الفنانة سميرة صدقي شائعة زواجها سبع مرات مرة من منتج أردني وشائعة أخرى بزواجها من شقيق الفنان الراحل محمد نجم الشاعر الغنائي نجيم نجم وهو ما نفته أيضا أكدت الفنانة سميرة صدقي أنها تزوجت مرة واحدة فقط من ابن خالتها الذي كان يجبرها بعشرين عام لأنه كان يجير فرقة المدبولزم المسرحية وتزوجت منه لكي تستطيع اللحاق بالفرقة وأضافت أنها أخفت خبر زواجها عن الوسط الفني وكان هناك معجبين يأتون لكي يطلقوا يدها من زوجها حيث كانوا يعتقدون أنه ابن خالتها فقط ولم تعلن الزواج إلا أثناء فترة الحمل في ابنتها مريم كما أنجبت منه ولد تحدثت الفنانة سميرة صدقي عن سبب ابتعادها عن الساحة الفنية لمدة طويلة تجاوزت السبعة عشر عام وقالت أن وفاة والدتها وإصابتها بمرض السمنة المفرطة أدى إلى تغيير شكلها فقررت البعض عن الأضواء ولم يكن لديها القدرة على أن تراها الناس بهذا الشكل وأشارت أنها تقرأ أكثر من عمل تعود به للشاشة تلفزيونية دافعت الفنانة سميرة صدقي عن الأفلام التي قدمتها خلال فترة التمنينات والتي كانت تحمل اسم أفلام المقاولات مؤكدة أنها أفضل من الأفلام الموجودة الآن وقالت سميرة صدقي خلال لقاءها في برنامج قعدة ستات المهم هو منقشة قضية في العمل أقل فيلم قدمته بيحكي مشكلة وقضية الأفلام اللي قدمتها وتم اتهمها أنها مقاولات أعلى من الأفلام التي تقدم الآن ولا أقصد الأفلام التي يكون لها عروض ويشارك فيها نجوم مثل أحمد السقر لكن هناك أفلام ليس بها مواضيع